اشتركوا في القناة وحاولوا عمليين وصلوا لمبتغادية لهم وعطلوا المصر من أجل الوصول إلى ذلك كان هناك كذلك ربما سعي إلى أنه بعض الأحيان يقدر الخواطر بزاف كان نفهم أنه كان في موقع ذي الرئيس الحكومة وبذلك كان خصوه يحافظ على التجانس وعلى التضامن الحكومي وهذا أمر استطع أنه يصل له لكن في نفس الوقت تؤدي التمند له على مساوية بعد اختيارات والتأخر الذي يمكننا أن يوقع فيها خاصة أنني كنت أرى أنه كان بالإمكان أننا نديروا إجراءات أكثر قوة بالنسبة للتعليم والصحة التي نهضر عليهم اليوم لكي ندعمهم أكثر لكي التعليم العمومي برز أكثر وكي تحل عموميات برز أكثر خاصة على مستوى مناصب الشغل والموارد البشرية والتحسين الوضع ديالها لأنه بدون مهنة التدريس لا يمكننا إصلاح التدريس بالاعتماد على المدرس وعلى المعلم وعلى الأستاذ يمكننا أن نوصلوا للنتائج في الجانب ديال التدريس ولكن في نفس الوقت يتعيل إقرار بأنه بعض الأمور كان شد فيها كان مستعد أنه يمشي بعيد كان أعتبر بأنه كان تبثلا بعض التنازلات التي كانت ضروري قيم بها بالنسبة للحوار الاجتماعي هو لم يكن يهم لأنه لم يكن معوض على هذه الساحة لم يكن لديه تجربة معها هذه الساحة النقبية وكنت في كثير من الأحيان كان نساعد لكي نقرب بوجهات النظر لكنه لم يكن يفهم أن النقبات تكون حضرة تقبلوا واحد العدد من الأمور تتفق عليها بداياً وعندما يخرجوا يجعلوا تصريح ناري ضد الحكومة فكنت كان قلوا لها السابق هذا دائرة النقبات تشد من عندك وتخرج براء وتصرح أنها غير متفقة هذا دائرة الأمور لكن تعطيها شيء وعندما تقدم الحوار الاجتماعي رك تستطع أنك تقدم العجلة هذه المفاوضات على أي حال وهما رك يستمروا في دورهم لأن طبيعتهم هي هذه أن يستمروا في المطالبة وفي المشاكلة وفي المطالبة بالمزيد هذه الأمور التي احترأت لي في البال اليوم مع أن بعض الإجراءات التي كانت من شأنها أنها تصلح الاقتصاد الوطني أكثر كان يمكن أن يتم اتخاذها يمكن يمكن أقول لكم وهذا كي يهمني كذلك أنا يمكن أنه كان خصي يكون واحد من جهود أقوى لطمأنة على مستوى في البلاد بأنه لم يكن لدينا هذه الحكومة هذه الحكومة حكومة وطنية حكومة ملكية حتى النخاء